تقوم محافظة القليوبية بإنشاء سبعين وعشرين وحدة صحية جديدة بقرى مدينة الشبين الأناطر بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ذلك لتغطية جميع القرى المحرومة من الخدمات الصحية وخلال اجتماع عقده محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان لاستعراض آخر المسجدات بالنسبة لمشروعات حياة كريمة تم عرض موقف توصيل المرافق لمشروعات الصحة الجاري تنفيذها كما ناقش الاجتماع كتاب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بشأن دراسة تخصيص بعض قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في بعض المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة